اشتركوا في القناة معرفتك في الإسلام هكذا هذا هو التطبيق فيه مجموعة من الأيقونات هنا تحدي الزمن أسئلة متنوعة صحيح أم خطأ أسئلة في القرآن الإنجازات مرتبتك عالميا هذا التطبيق يمكن استفادة فيه أو الاستفادة منه ندخل لتحدي الزمن هكذا نأخذ المستوى الأول رقم واحد هذا هو السؤال الأول هنا عندك سؤال صحيح سؤال خطأ سؤال صحيح تكون الإشارة بالأخضر والسؤال الخطأ تكون الإشارة بالأحمر وعدد الأخطأ المتبقية عشرة ما أول ما نزل من القرآن نأخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قل هو الله أحد لا إله إلا الله الصحيح هو بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا بالأخضر هنا عندي سؤال صحيح واحد على ثلاثين سؤال صحيح ما أول هدية أهدية إلى الرحيم بالمدينة نأخذ مثلا سيف وهو سؤال خطأ سيف وهو جاوب خطأ خطأ هنا السؤال الخطأ الخاطئ هو واحد بقيا عندي تسعة أسئلة تسعة أخطأ أو تسعة حلول لكي لا أخسر هذه المسابقة هكذا هنا من أول من قتل من المشركين في غزوة وضل كبرى من المشركين نأخذ أسفال الجرمي هو خطأ هكذا ونذهب في الأسئلة بهذه الطريقة هنا نرجع إلى الخلف عندي هنا سؤال صحيح واحد سؤال خاطئ اثنان مستوى الأول هكذا نرجع إلى الخلف نأخذ أسئلة متنوعة من أول من سمي أحمد نعلم أن من سمي أحمد هو الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جواب صحيح من أول من طاف بالبيت العاتيق نعلم أنه سيدنا إسماعيل أو جواب خطأ ليس سيدنا إسماعيل من أول ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدمه لمدينة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا المؤخات بين المواجدين والأنصار سر الله الرحيم من كان يؤمن بالله ولم آخر فلا يؤدي جارة نأخذ مؤاخذ بين المواجدين والأنصار جواب صحيح سر الأرحم هي التي كانت أول ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدمه إلى المدينة هكذا عندي سؤالين خطأ والسؤال صحيح نذهب إلى صحيح أم خطأ أبو لهب هو عم الرسول صلى الله يسلم صحيح أم خطأ نأخذ صحيح إذن خطأ هكذا نذهب صحيح خطأ ونأخذ أو نتعلم المعلومات من هذا التطبيق نذهب إلى أسئلة في القرآن كريم مستوى الأول جبل يقع في مكة اختبأ في الرسول وأبو بكر هو جبل عبلة جبل نور جبل طور جبل طور نأخذ جبل طور صحيح ما هي الصورة التي تسمى عروس القرآن صورة ياسين لا صورة الرحمن خطأ كم ذكر الذئب من مرة في القرآن الكريم مرة واحدة صحيح هكذا هكذا نعود للخلف نعود للخلف هكذا إنجازات تعرف على على الإنجازات لأن الشبكة غير موجودة مرتبطة كعالمين حتى هي عندها علاقة بالشبكة الأنترنت هكذا هذه مجموعة من الأيقونات الخاصة بهذا التطبيق والسلام عليكم محمد الله تعالى وكاد ترجمة نانسي قنقر